عطشاء هم سكان حي الفيلق في مدينة كاركوك بمحافظة التأميم مسلسل أزمة المياه يتكرر في هذا الحي كل عام والأهالي يعانون للحصول على مياه الشرب في فصل الصيف اللاهب وأمام هذا الواقع يلجأ أهالي حي الفيلق إلى الصهاريج الخاصة للتزود بالمياه دارة علينا ومي فردنا وبماء عندنا وحال ما عندنا وولادنا عمالة ويشتغلون بالخالة يجيبونهن نشتري بيه المي الكهرباء تعطلات احنا ندفع فلوس من عندنا وحالتنا حيلة عبانة ويعني فرد مرة ما نقدر على المي صار والله بس دنيا يصير حار ماكو قطرة مي بالليل للصبح كلنا نصير خفار بالنهار نشتغل عماله بالليل خفار على المي وحكومة لو يقول ماكو مي ما يقدري دبر مي ايش قدي طلع النفط يومي ايش قدي طلع النفط بس هل قدي رجع مي علينا يكافينا وما نصا اكو نصا اكو مي نصا ماكو ما نعتق فقراء ماكو ما نعتق ما نقول زنقين ماي ما لنفور معظم سكان حي الفيلق هم من الفقراء وبسبب حاجتهم للتزود بمياه الشرب يضطرون للاستغناء عن قوت يومهم لتأمين المياه ما يضيف اعباء مالية اضافية على ارباب الاسر يعني هسا صار لي اكثر من 15 يوم ما شايف مي بالحالة في ماتين عشري بفلوس فلوس المملدة الناس كلها تعرف من جانا فوق بشار فوق 50 60 ألف دينار تعال نشتري مي هذا كل معاناتنا ونخابر للمسؤولين يقولون كل واحد يقوله بعين يقول شي ما والله يا اخوية معاناتنا هذا المي اي من بدأ الصيف احنا هذا نشتري مقطورات عمالة يروح زوجي واحنا نشتري لو مثلا ماكو روح اكو بير هناك حافرين مي ماهج مر الروح ننقل هاي الدبيات خلينا احتياط احنا هي هاي عايشين على الدبيات الروح نشيلنا على كتوفنا ونروح نجيب اكو يعني اكو بيت ماكو ألف دينار ماكو بيتو لازم يديني يشتري مي ما شفنا هذا مو حكومة أبد مو حكومة لا والله والله كل تنكر والله العظيم عشر تالا مرات مالح مرات والله ما ادري شوان موي الاهمال الحكومي هو السبب الرئيسي لانقطاع المياه يؤكد اهالي حي الفيلق والشاهد على ذلك الاهمال هو تهالك البنية التحتية التي تزود المنازل بالمياه فضلا عن انقطاع الكهرباء المستمر دون تقديم اي حلول تنهي معاناة اهالي الحي اشتركوا في القناة